اهلا بحضراتكم مرة تانية من 7 اكتوبر نقدر نقول انه في توأمة بين مصر والاردن سواء في المواقف او الدعم او التحذيرات مش بس كده كمان في مواجهة المخططات الاسرائيلية يعني لما نسمع كلمة مخطط التهجير يجي فورا في زهلنا اهالي غزة لسينة و اهالي الضفة لعمان ولان العلاقة مش بس راصخة بين الدولتين ولكنها علاقة يعني اخوة بنشوف في القاهرة طول الوقت العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني شوفنا اكتر من مرة خلال الاشهر الماضية وشوفنا مثلا النهاردة الرئيس السيسي وهو يستقبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الاردني بشر الخفونة وبالتأكيد كانت العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية وما يجري في هذا الشأن هي المحور الرئيسي في النقاش وكان فيه رفض كامل وتحذير من الاثار الانسانية الكارثية لهذه العمليات العسكرية الاسرائيلية كان فيه تأكيد مصري اردني انه العمليات دي بتحرم اهالي غزة من شريان الحياة الرئيسي للخطاع وبتعطل المنفذ الامن لخروج الجرحة والمرضى لتلقي العلاج ولدخول المساعدات الانسانية والاغاثية وهو طبعا معبر رفح اللي تم اغلاقه من الجانب الاسرائيلي لقاء الرئيس بيجي في وقت مصر بتواصل جهدها لوقف اطلاق النار والصبح تم استئناف المباحثات بالقاهرة بحضور كل الوفود المشاركة في المفاوضات الهدنة ويعني نقدر ان احنا نقول او لحضراتكم التحذير المصري نصا كان مصر جددت تحذيرها للمشاركين من خطورة التصعيد حالة فشلت المفاوضات للوصول الى اطفاق هدنة يعني نقدر نقول انه الكرة في ملعب كل الاطراف على طاولة التفاوض يمكن ده اللي احنا متباينه منذ الصباح شوفنا النهاردة كمان المؤتمر الصحفي المشترك لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الاردني بشر الخصونة وكان ايضا في هذا التأكيد وهذه الرسائل كانت واضحة طول الوقت انه مصر ضد التهجير مصر تقف مع القضية الفلسطينية طبعا مصر والاردن كانوا موقف واضح وهو الموقف التي تؤكد عليه طول الوقت مصر خلال او الادارة المصرية طوال الوقت من بداية الحرب ترجمة نانسي قنقر